ترأس وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق ركن محسن محمد الدعري في المكلة اجتماعا للجنة الأمنية بالمحافظة بحضور محافظة المحافظة رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة مبخوط بن ماضي لمناقشة الأوضاع الأسكرية والأمنية بالمحافظة واحتياجات تعزيز الأمن والاستقرار ونقل الوزير الداعري للجميع تحايا القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي مشيدا بمستوى الاستقرار والأمن الذي تشهده محافظة حضر موت والتنسيق والتناغم بين الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية ودعا وزير الدفاع للمزيد من اليقظة لمحاربة قوى الشر والإرهاب والعمل من أجل الوطن بعيدا عن العصبية والمصالح الشخصية مشيرا إلى ممارسة الميليشيات الحوثية الإرهابية واعتداءاتها الهمجية على المنشآت الحيوية التي تضرر منها المواطن والاقتصاد الوطني أكد وزير الدفاع أن زيارته لمحافظة حضر موت ساحلا وواديا تأتي لأهمية هذه المحافظة بوصفها تمثل التوازن على مستوى الجمهورية اليمنية مشيرا إلى أن حضر موت تمثل النموذج الذي يجب الحفاظ عليه والاقتداء به مشددا على ضرورة التنسيق والتكامل والتعاون بين لجنة الأمنية في ساحل ووادي حضر موت لتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع المحافظة من جهته رحب محافظة حضر موت بوزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا في زيارته للمحافظة ومشيرا إلى أن زيارة تتعكس اهتماما قيادة السياسية والعسكرية بمحافظة حضر موت وقال بالماضي أن حضر موت تبادل القيادة السياسية الثقة معربا عن شكره للاهتمام بالوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية في حضر موت مشددا على مواصرة اليهود والالتزام بتنفيذ التوجيهات العسكرية لحفظ الأمن والاستقرار وأشار بالماضي لأن حضر موت وصلت لمرحلة متقدمة من الأمن والإقضاء وجاهزية الوحدات العسكرية والأمنية وستمضي قدما للحفاظ على هذا المنجز وتطويره متطلعا إلى مزيد من الاهتمام بالمحافظة لتتمكن من مواصرة عاجلة التمية وتوفير الخدمات ودعم وتعزيز المؤسستين العسكرية والأمنية حضر الاجتماع وكلمحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي وقائد المنطقة العسكرية الثانية لواروكن طالب سعيد برجش ترجمة نانسي قنقر